موسيقى موضوع الحلقة النهاردة هو الحملة الاعلامية الحملة الاعلامية هي سلسلة من الرسائل الاعلامية التي تصل للجمهور المستهدف للدعاية لقضية أو لفكرة بعكس الحملة الاعلامية التي تركز على سلع أو خدمة أو منتج الحملة الاعلامية هنا تبقى مرتبطة بمفهوم التسويق الاجتماعي التسويق الاجتماعي يكون أصعب من التسويق التجاري أنه عادة يصطادم مع عادات وتقاليد المجتمع ويستهدف تغييرها أهداف الحملة الاعلامية بتكون الوصول لسلوك معين لدى الجمهور فدي بتبقى حملات تعديل السلوك أحياناً بيكون الهدف هو تغيير الاتجاه ناحية قضية معينة أو فكرة معينة من اتجاه سلبي تحويله الاتجاه إيجابي أو خلق اتجاه سلبي مثلاً لدى المخدرات عند الشباب ده بيكون الهدف هنا من الحملة هو تغيير الاتجاه الهدف الثالث من الحملة الاعلامية هو المعلومات أو الاعلام أو تقديم المعلومة مثلاً لو بنتكلم عن الانتخابات المعلومة هتكون موعد الانتخابات أو الشروط اللي بتتوفر في المنتخب مثلاً هو يعرف رقمه مثلاً في اللجنة الانتخابية وكذا كل دي معلومات تغيير الاتجاه إن أنا يبقى عندي اتجاه إيجابي ناحية فكرة الانتخاب نفسها وإن أنا عرف إن صوتي أمانة وإن مهم إن أنا أنزل الهدف الثالث هو تعديل السلوك وهنا بيبقى التركيز على الانتخابات انتخب هتنتخب مين وهتنتخب إزاي دي بتكون في المعلومات مهم الانتخاب ده بيكون في الاتجاه لكن فعلاً الانتخاب نفسه دي بتكون حملات تعديل السلوك حملات تعديل السلوك أحياناً بترتبط بصدام لدى جماعات الضغط أو أصحاب المصالح مثلاً ممكن يكون هدف الحملة بتاعتي الأقلع عن التدخين فقابل معارضة أو حملات قوية منافسة من أصحاب شركات التدخين مثلاً لو بتكلم عن مكافحة مثلاً التدخين عكس الحملات الأعلانية عادةً مش بتقابل اعتراض كبير من جماعات الضغط الحملات الأعلانية برضو بتقابل ممكن ضغط من العادات والتقاليد المتورصة عشان كده بيبقى مهم جداً أننا أدرس احتياجات الجمهور المستهدف وتسمى النوع ده من تسويق تجاري بيسمى يعني من الأسفل إلى الأعلى بعرف المشكلة اللي عند الجمهور وببدأ أخطيبها من خلال الحملة الأعلانية بتاعتي الحملات الأعلانية عادةً ما بتحققش فائدة مباشرة أو الهدف المرجو منها مش شرط يكون فيه عائد مدي للفرد ولكن بيبقى العائد معنوي وفيه كتير من الحملات بتقابل صعوبة لأنها ما بتحققش فائدة للجمهور المتلقي لكن بتعود الفائدة مثلاً على المجتمع ككل مش بتعود على الفرد زي مثلاً حملات إعادة تدوير مثلاً للمخلفات الرساكل أو حملات مثلاً الحفاظ على البيئة ممكن لو حد بيفكر في نفسه بس مش بيلاقي هدف من الاشتراك في الحملات الأعلانية عكس لو حملة أعلانية بتكون منتج وبقدر أن أنا أستفيد منه بشكل مباشر الحملات الأعلانية هنا لما بنتكلم عن أن هي بتخاطب الأفكار المعنوية أو الرضا المعنوي لدى الجمهور المستهدف مهم أن هي تستعين بقادة رأي مثلاً أو أشخاص من المشاهير يكون الجمهور بيسق فيهم ومرتبط بيهم معنوياً الحملات الأعلانية بيبقى عندها ميزة كبيرة جداً أن هي بتكون موضوع الأجر مثلاً وموضوع البس وكذا ما بتبقاش مدفوعة الأجر وأحياناً ما بتستعين بمشاهير طبعاً كلهم في الغالب يتنازلوا عن المقابل المادي عكس الحملات الأعلانية مهم جداً في الحملات الأعلانية دراسة الجمهور ومعرفة عداته وتقاليده ومعرفة الرموز اللي هو بيحبها عشان أقدر أخطبهم من خلال الحملة الأعلانية بتاعتي وقدر أوصلهم بنجاح يبقى طبعاً اختيار شعار مرئي مميز وشعار لوزي مميز لحملات الأعلانية عشان يبقى أثارها لدى الجمهور لفترات طويلة زمنية لأن عادة الحملات الأعلانية بتكون على فترات متبعدة أو فترات ممتدة ممكن حملة الأعلانية مثلاً في المنزة الطيور ممكن احتاجها مثلاً كل سنة فمهم لو أنا حقدر أثبت شعار واحد أن أنا أقدر أرجع له بعدها فترة عكس الحملات الأعلانية اللي ممكن أتنقل من شعار لشعار كل فترة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة